إنسان جاهل ولا يفهم بالسياسة وتياره جبان هي أبرز الكلمات المسربة من تسجيل صوتي منسوب للمالكي زعيم حزب الدعوة وجه فيه سيلا من الشتائم لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيث تداول ناشطون التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي ولاقى صدا شعبيا واسعا مقتدى الصدري لسيجركم لاقى حكم حسنا هو الآن محاكم وذور الوزراءة وهم دانه وهذا وزير المالي أسوي له هو القتال لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدري لسيجركم أنا خبير منهم أنا فاتلتهم في البصر أوروبا كاملة أوروبا ذاك الوقت الذي كانوا هم جبلان تسجيل قيل إنه جاء في اجتماع للمالكي مع عدد من أعضاء حزب الدعوة في شهر شباط الماضي فيما أكد مسربو التسجيل وجود أجزاء أخرى لاجتماع المالكي ستصدر لاحقا ويأتي نشر التسريب الصوتي في وقت يشتد فيه الصراع بين شركاء العملية السياسية ليعكس هذا التسريب إن ثبتت صحته تخطي الصراع بعده السياسي وانحداره إلى التسقيط والتنكيل الشخصي بين الخصوم ولم يقف الهجوم عند الصدر فقط بل شمل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حيث اتهم الأخير بالسعي لما سماه المالكي استهداف المكون الشيعي المالكي أنكر لاحقا صحة التسريب المنسوب له وقال إنه مفبرك استخدمت فيه أجهزة تقنية لتمزيق الصفوف وإثارة الاضطرابات على حد قوله محللون سياسيون أشاروا إلى أن توقيت تسريب التسجيل المنسوب للمالكي لم يأتي بالصدفة وقد تكون هناك أطراف تسعى لتصعيد الموقف بين الصدر والمالكي خاصة وأن التسجيل المسرب نشر قبيل موعد صلاة الجمعة الموحدة التي تؤكد المعطيات أنها بداية الاحتجاج الصدري على أي حكومة مقبلة يريد الإطار تشكيلها فيما يرى آخرون أن التسجيل ربما يكون مصدره من داخل قوى الإطار التنسيقي نفسه بسبب الخلافات الموجودة أساسا بين أعضائه على الزعامة